تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركار هذا وقد تواصل توفد المصريين وسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين ولمزيد من المتابعة نضم إلينا مراسل التلفزيوني المصري الزميل محمود جميل مرحبا محمود وصف لنا الأوضاع لديك وكيف تصير دخول الوافدين من سودان إلى المعبر المصري نعم محمد بعض التحية يعني المشهد الآن هو التزايد المستمر لأعداد الوافدين عبر معبري قسطل ورقين لكن تحديدا نتحدث عن معبر قسطل الذي ينقل الوافدين من مرسى حجر الشمس وصولا إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري يعني من الرصد منذ قليل هناك عدد كبير من الحافلات التي تنتظر الآن خارج الميناء بعض هذه الحافلات ستنطلق إلى أسوان وبعض الحافلات ستعود مرة أخرى بمجرد أن تصل العبارة من معبر قسطل ستعود مرة أخرى لتنقل العدد الوافدين فبالتالي من خلال رؤيتنا اليوم هناك عدد كبير في التوافد اليوم وهذا يشير إلى نقطة هامة أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك زيادة في الأعداد الوافدة عبر مقطع قسطل تحديدا هذا نظرا لدخول الهدنة التي تم الاتفاق عليها في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ لأن هناك عدد كبير من الأسر ستتمكن من الخروج من السودان والمجيء إلى مصر كما تحدث إلينا أحد المواطنين بأن هناك عدد كبير من الأسر لا تستطيع الخروج بسبب الاشتباكات هناك لكن بعد هدوء هذه الاشتباكات وتوقفها ستتمكن هذه الأسر من المجيء إلى معبر قسطل هناك عدد من الخدمات التي لازالت مستمرة أيضا في المعبر ولكن أهم هذه الخدمات التي تقدم للوافدين هي خدمة الدعم النفسي نتحدث عن قيام جمعية الهلال الأحمر بهذه الخدمة لأن عدد كبير من الأسر التي تأتي إلى هنا يقومون برفع الروح المعنوية بالطبع المشاهد التي رأوها في السودان أو يتركون بعض ذويهم في السودان فبالتالي يتم تقديم الدعم النفسي لهم نتحدث عن أن هذه الخدمات التي قدمت أكثر من أربعة آلاف حالة دعم نفسي للقادمين عبر معبر قسطل بالإضافة إلى الخدمات الطبية الأخرى التي تقدم نتحدث عنه تم تقديم أكثر من تسعة آلاف خدمة من جمعية الهلال الأحمر للقادمين ونتحدث أيضا عن أن هذه الخدمة الطبية ليست فقط داخل معبر قسطل ولكن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى العلاج أو إلى المتابعة الصحية في المنطقة المحايدة يتم التنصيق مع السلطات والجهات للذهاب ببعض الأطباء لمعالجة هذه الحالات وتوفير العلاج لهم أيضا رصدنا تسهيل بعض الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم نظرا للضغط المستمر والحركة المتزايدة على الإقبال فهناك تسير للإجراءات لكبار السن وذوي الهمم داخل المعبر معبر قسطل وأرقين يستمر في استقبال الوافدين وربما أيضا رصدنا هناك عدد من الحافلات التي كانت مساء أمس في مدينة أبو سنبل تستعد إلى الذهاب إلى معبري قسطل وأرقين إما لتقديم عدد من المساعدات الجذائية الأكبر والدعم الأكبر للقادمين أو حتى حركة التجارة المتبادلة بين مصر والسودان هذه الخدمات أو معبر قسطل سيستمر في استقبال الوافدين بالإضافة إلى أنه بدءا من غد سيتم إجلاء المصريين الراغبين في المجيء من السودان من مطار دونقلة طبقا لما أعلنته وزارة الخارجية المصرية فبالتالي كل الخدمات تقدم لتسهيل انتقال الوافدين من معبر قسطل للمجيء إلى هنا في ميناء أبو سنبل ثم التحرك إلى موقف كاركر الدولي ومنه إلى محافظة القاهرة أو أي محافظة أخرى تنفيذا بالطبع لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين طب من كلامك محمود هناك ملاحظة يعني الأولى تتعلق بدخول الهدن حيث التنفيذ في السودان هل لمست أي زيادة في الأعداد الوافدة عبر المعبرين المصريين وهل هناك أيضا نقطة أخرى هل هناك حالات استدعت نقلها إلى مستشفى أبو سنبل الدولي نعم محمد يعني مقارنة بالأمس اليوم هناك عدد متزايد في الوفود وهذا نرصده من خلال الحافلات أو حتى من خلال عمل العبرات لأن العبرات تعمل منذ السادسة صباحا فمن خلال الرؤية اليوم هناك تزايد في الأعداد عن أمس وهذه الأعداد كما أشرت ربما تعود إلى وقف إطلاق النار في السودان فهذا يمكن عدد أكبر ونتوقع أن هذه الأعداد ستزداد خلال الفترة القادمة لعدة أسباب السبب الأول هو وقف إطلاق النار بسبب اتفاق الهدنة أو حتى الخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات التي تقدم وقرب معبر قسطل من القنصلية المصرية في وادي حلفة في السودان فنتوقع أن يكون هناك زيادة اليوم هناك زيادة ونحن نتحدث عن استمرار عمل العبرات حتى مساء اليوم فبالتالي سيكون هناك زيادة في الأعداد أما بالنسبة للحالات الصحية هناك بعض الحالات التي نقلت منذ أيام نتحدث عن حالتين تقريبا تم نقلهم من خلال الهلال الأحمر إلى مستشفى أبو سنبل الدولي لتلقي العلاج لكن حتى الآن منذ أمس أو اليوم ليس هناك بعض الحالات الصحية التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات لكن هذه المستشفيات تعمل على مدار الساعة وتستعد لاستقبال أي حالة طوارئ قادمة من معبر قسطن نتحدث عن هنا عن مستشفى أبو سنبل الدولي التي تعمل على مدار الساعة ونتحدث أيضا على أن هناك بعض الحالات بيتم إرسالها إلى مستشفى أسوان الدولي بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف التي تتواجد إما في ميناء أبو سنبل أو حتى تتجول ليلة نهار في مدينة أبو سنبل وسيارات الإسعاف الموجودة أيضا على الجانب الآخر في معبر قسطن أو حتى في مرس حجر الشمس لمتابعة الحالات الصحية في أسرع وقت والحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات فهنا أقرأ مستشفى هي مستشفى أبو سنبل الدولي بالإضافة إلى الأطقم البشرية الموجودة والتي توفر المزيد من العلاج لبعض الأمراض خاصة الأمراض الخاصة بالطبيعة الصحراوية وهناك بعض الأمراض التي تنتج من هذه الطبيعة فهناك الأمصال الخاصة لهذه الأمراض وهناك أيضا المتابعة المستمرة من قبل الأطقم الثابتة والمتنقلة لأننا نتحدث أيضا عن أن وادي كاركر في أسوان هناك عدد من العيادات الثابتة التي تقدم الرعاية والخدمة الصحية والطبية للوافدين هذا بالإضافة إلى عمل المستشفيات الثابت لكن نقطة مهمة وهي العيادات المتنقلة أو سيارات الإسعاف التي تتواجد وتم زيادة سيارات الإسعاف إلى 14 سيارة في معبري قسطل وأرقين لتكون كافية لمتابعة هذه الحالة الصحية بالإضافة إلى خدمة أخرى هامة وهو الدعم الغذائي الذي يقدم للوافدين عبر عبري قسطل وأرقين أشكرا جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات مراسل التفزيون المصرية زميل محمود جميل محمود جميل شكرا